تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من بودرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية أطلقت الوزارة المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية وتستمر فعليتها من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبادرة بتوفر للعملة جميع الأصناف الاستراتيجية بأسعار خاصة ومتوفرة بكميات كبيرة نشكر طبعاً وزارة الداخلية والسيد رئيس الجمهورية على الاشتراك في المبادرة وبتوفير السلع وبالأسعار المميزة دي أي مواطن هيخش سلسلة سلسلة معلاء شعار مبادر كلنا واحد هيلاقي فرق تخفيضات كبير جداً بالنسبة للسلع الموجودة وأهم من التخفيضات هي تاحت السلع بكل أنواعها بكميات يحتاجها المواطن في داخل رمضان نشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على دعمهم لينا للمشاركة في مبادرة كلنا واحد للمرة الأولى للمساهمة في التخفيف عن المواطن المصري والمساهمة بتفديم أفضل المنتجات بأفضل الأسعار وتخفضات كبيرة خلال الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان إن شاء الله ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معارضاً فرعياً و67 شادراً بمختلف محافظات الجمهورية وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنسيق مع وزارة الداخلية حرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وجميعها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمر المبادرة دي هي الداعم الحقيقي للمواطن المصري في الأسعار وفي نفس الوقت هي المنافس القوي للسوق الموازي وجود البضايا عندنا بكميات كبيرة أو بكميات ضخمة بيدي رسالة طمأنين للناس كلها والله في كل حاجة بس أنا خدت اللي أنا عايزه بس السكر والرز صراحاً موفرين كل حاجة والسلع والرز والسكر كل حاجة متوفرة والسمنة والزيت وكل حاجة متوفرة مبادرة زي الفل والحمد لله الحاجات متوفرة السكر بسبع عشرين والرز بخمسة وعشرين شكراً للساد رئيس جمهورية على مبادرة كلنا واحد والسلع الحمد لله متوفرة مبادرة كويسة وفيها كل حاجة لخيسة رز بخمسة وعشرين والسكر بسبع عشرين المبادرة دي جميلة كلنا واحد دي حلوة بس عاوزينها تتكر مش عيام رمضان وبس عاوزينها عيام رمضان وفي العيد الكبير والعيد الصغير دي فيه استغلال بارا مبادرة طيبة وجود مشكور من وزارة الداخلية وتوكير السلع وسط إشهادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة كان الإقبال على شراء السلع المعروضة في إطارها والتي تتسم بالوفرة والجودة والأسعار المحفظة والتي تمكنهم من شراء متطلباتهم بأقل تكلفة قبل بداية الشهر الكريم وخلاله نزلت النهاردة أما عرفت مبادرة كلنا واحد هتبدأ النهاردة نزلت أجيب إحتاجات المنزل والصراحة لأكل حاجة متوفرة هنا نارض في السلع وتجارية جنبي من رز وسكر وكلها بأسعار جميلة أسعار خاص من بره نذكر الرئيس السيسي رئيس عظيم والله نعمل لنا المبادرة كلنا واحد جعلت كل فئات الشقب تشتري كل الأصناع وبأتعب وخفتها جدا مبادرة كلنا واحد مبادرة كويسة جدا بحيث أننا بنلاقي كل احتياجاتنا بأسعار مخفضة جدا عن اللي موجود في الأسواق بره بنلاقي كل السلع اللي احنا محتاجينها أنا استفدت جدا جدا من المبادرة غير أي سعر بره خالص جايبت السكر وماكارونا والرز واليميش رمضان كله بجد الأسعار فعلا فعلا جميلة في هذه الأسناء تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة كما قامت منظومة أمان بطرح عبوات تحتوي السلع غذائيا متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى خمسين بالمئة منافذة من كلها إن شاء الله يعني الحمد لله كل حاجة فيها أسعار أرخص من برة وكل حاجة موجودة فيها ومسوفرة فيها لا المستعار الكارتونة موفرة كتير عن برة وأسعار رخصة في أمان بصراحة ربنا حاجات تنوات منفذ أمان بصراحة منشوفها أحسن من برة والجودة بتاعتها بتبقى زيها زي أحسن من حاجات كتير برة وبالنسبة للكرتونة بتاعت كلنا واحد كويسة جدا وأسعارها فعلا فرقة كتير جدا تعد مبادرة كلنا واحد داعم اجتماعي رئيسي للمواطنين في كافة مراحلها حيث تحرص وزارة الداخلية من خلالها على دعم الأسر المصرية وتخفيف العباء عنهم وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم وزارة الداخلية تواصل تقديم دعمها ومسانداتها للمواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد فها هي تطلق المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة والتي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفضات تصب نسبتها إلى أربعين بالمئة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك عبدالبركات التلفزيون المصرية